احتفال الكونفيدرالية الحرة للعمال الشاديين بساحة الأمة حضره وزير التربية الوطنية والترقية المواطنة موسى خدام ممثلا لرئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس دي بيتنو وممثلية البعثات الدبلماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى البلاد حيث جاء احتفال هذا العام تحت شعار العدالة الاجتماعية ضمان السلام والنجاح الجيد للمرحلة الانتقالية انطلق الحفل بعملية عرض مختلف النقابات العمالية في المؤسسات العامة والخاصة وكذا نقابات مختلف البنوك والشركات العاملة بالبلاد والتي تتبع الكونفيدرالية الحرة للعمال الشاديين بعيد العرض مباشرة فقد قدمت توصيات باسم العمال الشاديين أهمها المطالبة بتضييق القانون رقم 17 الخاص بالوطع العام لمنظفية الدولة إضافة إلى المطالبة بمراجعة حسابات المعاشات التقاعدية للصندوق الوطني للدولة وععادة تقييم المعاشات في القطاعين العام والخاص الأمين العام للكونفيدرالية الحرة للعمال الشاديين إبراهيم بن سعيد قال إن الكونفيدرالية تعمل من أجل تحسين حياة العمال مطالبا من الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية لضمان السلام وتحسين الحياة المعيشية أما موسي الرئيس الجمهورية وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة موسى خدام أشار إلى أن العدالة الاجتماعية تعتبر من أولويات حكومة الفترة الانتقالية وأكد بأن وزارة الوظيفة العامة ستقف بجانب العمال الشاديين من أجل تحقيق مطالبهم هذا فإن مختلف النقابات العمالية المنضوية تحت دواء الكونفيدرالية الحرة للعمال الشاديين تسعى إلى توفير مطالب العمال في القطاعية العام والخاص موسيقى موسيقى